صباح الخير أعزاء الطلاب اليوم سنقرأ حرف الواو عن الكتاب بعد أن شرحنا حرف الواو بالفيديو السابق الآن سنقرأ الواو مع الأصوات القصيرة والأصوات الطويلة وي سام وي صوت قصير وي فاو را الواو علي سكون ودائما لما يكون في سكون على الحرف بنلفزه مع الحرف القبله دائما السكون بس تجي مع أي حرف من الحروف نلفز الحرف مع الحرف القبله سوا فاو را فاو وو صول وو صوت قصير هلأ قادي الواو مع الأصوات القصيرة والواو مع الأصوات الطويلة واو مع الفتحة وواو مع الضم وواو مع الكسرة وي واو مع الأصوات الطويلة وواو مع الأصوات الطويلة ووا الواو مع الصوت الطويل هيدا حرف وهيدا صوت يشبهوا بعضهم بس واحد حرف وواحد صوت الواو مع الصوت الطويل ي الان سنقرأ المقاطع الصوتية صوت قصير صوت طويل الان سنقرأ الكلمات الواو علي سكون دايما بتذكر انه لما يكون علي سكون بالفزة مع الحرف القبل موزة موزة ورود ورود ولد ولد حصل حصل ورود ورود وصول وصول الان سنقرأ الاصوات القصيرة والطويلة وي و فو حطيناها سوا لانه الواو علي سكون و و رو الان سنقرأ هذه الفقرة القصيرة لنقرأ الكلمة من نقسم الكلمة لأصوات قصيرة وطويلة من بعد ما نقسم الكلمة أو نقطع لأصوات قصيرة وطويلة نلفزها سوا صاحة 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 دي كو ديكو حا بي ب حبيب قام قام حا بي ب حبيب من قريطة سوا لأن حرف الناع لي سكون لازم ألفوزون سوا س ري ري ه سريره ه ر ب هرب و س م و سام و ش دي شا دي فو ر فو ر فو و سو لي و سو لي حا ب ب حبيب حا ص ل حص ل دي كو دي كو حا ب ب حبيب ع ل على و ر د و ر د دي ما نتذكر لما نقرأ أي كلمة منقسمها لأصوات قصيرة وأصوات طويلة ونرجع من جماعها سوا لنقلف كلمة وهيك منكون قرأنا حرف الواو مع الأصوات القصيرة والأصوات الطويلة ترجمة نانسي قنقر